موسيقى موسيقى مئة عام أنهتها الدولة العراقية الحديثة بعد التأسيس الأول المصادف 23 آب طبعا 1921 قرن كامل حمل معه كل شيء للعراقيين إلا الاستقرار تحديات وحروب وصراعات يطول الحديث عنها لكن آخر 18 عام منها كانت فصلا استثنائيا ترك آثاره الدامية على جسد دولة العريقة فمنذ التغيير سادة نخوض بالأزمات لا نخرج من واحدة حتى ندخل بأخرى أشد من سابقاتها والسؤال الذي لا يفارق السنتنا أين هي الدولة؟ أين هي الدولة التي تلاشت وكأنها نسيا منسية نعم دولة القرن من الزمان تكابد وتصارع البقاء ومن بين الركام تصدح الأصوات وترفع الشعارات بين جبهتي تدعي الأولى تمثيل الدولة وأخرى تحسب على اللا دولة والمفارقة يا سادة أن الغائبة في هذا الصراع هي الدولة أهلا بكم أحبة وحلقة جديدة أتشرف الحوار في هذا الملف في هذه الحلقة الأستاذ رياض العوادي القياد في الحكمة ضيفا كريما مساء الخير أستاذ رياض نورتنا وأيضا من بغداد مع الدكتور فاضل البدراني الأستاذ في الإعلام الدولي دكتور نورتنا في الحوار الأول في الثامنة مع جنابك الكريم عبر قناة الرشيد الفضائية مساء الخير دكتور وحياكم والله أستاذ رياض خلينا نبلش مع جنابك الكريم هل كانت عوامل النشوء عوامل مثالية لتأسيس الدولة وهل نجحنا فأخفقنا أم أننا ما زلنا نبحث عن شيء اسمه الدولة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وللضيف الكريم ولمشاهدين الكرام حقيقة نستطيع أن نشبه نشوء الدولة العراقية في عام 1921 بنشوء العراق الجديد بعد 2003 تقريبا الظروف شبه متشابهة نعم نشوء الدولة في ذلك الوقت جاء بعد صراع واقتتال وانحصار دولة اللي هي دولة العثمانية نعم ومجيء الدولة المحتلة الجديدة وهي الدولة البريطانية طيب وبين ثورة العشرين واندلاعها بين ثورة شعبية بين جذب ورد بين أخذ ورد وبين المؤيد وبين مفند نعم كان الحل الأمثل هو نشوء دولة طبعا الشعب في ذلك الوقت كان رافض شيء اسمه حكم الاحتلال فرضخه لإرادة الشعب وجاء بالملكية وجاء بالملك طبعا من غير العراق من خارج العراق كي يستقر العراق مضى على ما مضى عليه الأمر واستمر الحكم الملكي وجاء من بعده الانقلاب وجاءت الحكم الجمهوري الأول جمهورية الأولى إلى هذا اليوم حقيقة ما يلفت النظر أن المشكلة ليست بنظام الحكم اللي كان في العراق يعني من نظام ملكي إلى جمهوري عسكري بعدين تحولت الجمهورية بعد أخذ وجذب واستقرت على الحكم الدكتاتوري وحتى 2003 وجاءت الحكومة بنظام جديد ودستور جديد المشكلة ليست في النظام ولكن المشكلة أن كل من جاء إلى الحكم من العهد الملك وحتى يومنا هذا كل من تصدى للحكوم كان يبحث عن صناعة سلطة صناعة الزعامة لنفسه أو لحزبه يعني نفسه أو لحزبه عبر التصدي يعني ما جتنا حكومة تبحث عن بناء دولة وأقصد بالدولة وبناء المؤسسات يعني اليوم أنا كمواطن عندما أشعر أن علاقتي مع مؤسسة معينة هي اللي يعني تحكم تفصيلات حياتي بما يخص المهنة أو بما يخص المفاصل الأخرى في الحياة وكي شيء آخر أنه تكون علاقتي أو حياتي مرهونة بالزعيم يعني نحن شفنا سمعنا وقرأنا بالتاريخ أنه كان الولاء في الحكم الملكي للملك طيب لم يكن الولاء للوطن والدليل أنه حتى في زيارة الملك وفي لقاءاته وفي احتفالياته ينادي المنادي من سيد السادات فينادي الجميع جلالة الملك إذن كانت يبحث عن بناء سلطة الولاء للملك وليس للدولة جاءت الجمهورية وكان أيضا الولاء للزعيم إلى أن وصلت إلى الدكتاتورية وكان الولاء للقائد الأوحد الآن دكتاتوري اليوم بعد 2003 للأسف كل ما مع وجود أنه من حسنات هذه المرحلة أنه بدأت بكتاب الدستور طيب مع الملاحظات سمع أخذ النظر بالملاحظات لكن أكو دستور كتب دستور دولة من لا دستور إلى دستور طيب دولة من نظام حكم كان يعتبر الدستور عبارة عن اسفنجة أو القانون عبارة عن اسفنجة كيف يتلاعب بيها إلى دولة لها دستور ولكن من تصدى لمهام السلطة هل يحترم الدستور؟ هل طبق الدستور؟ هل عمل على بناء مؤسس؟ ما احترمه الدستور الجماعة؟ أبدا مطلقا أبدا كل من جاء يبحث عن أن يصنع الزعامة لنفسه ويريد أكبر مساحة ممكنة من الشعب تواليه وبالتالي أنتج من لم يحترم الدستور أنتجت قوة لا دولة ومعسكرات أخرى؟ هذه المخلفات طبعا نتاج 2003 مع ما أنتجته وأفرزته مرحلة ما بعد 2003 هذه التراكمات أفرزت اليوم الواقع الذي نحن عايشه دكتور فاضل حياة كله نورتنا في هذا الحوار تسمعني دكتور؟ دكتور فاضل تسمعني عزيزي؟ مرحبا بك أنا أسمعك بس تشويش عالي جدا يعني مو كل الصوت داعب فما زين يعني أطرح لك السؤال دكتور وإذا ما سمعته بشكل جيد نعيد لك يا تتويج الملك فيصل أول عقد اجتماعي سياسي بين السلطة والمرؤوسين؟ بالتالي هل يمكن اعتبار الثالث عشر من آب ذكرى العقد الاجتماعي الأول في تاريخ العراق؟ 23 23 عفو 23 يبدو للسؤال لي بس ما ما أسمعه زين الشباب شون هزا نسترسل ويا زين دكتور فاضل عزيزي الآن تسمعني بشكل واضح تحدثت عن تتويج الملك فيصل تعتقد هو أول عقد اجتماعي في تاريخ الدولة العراقية بين السلطة والمرؤوسين؟ اللي افتهمت مو كل الكلام افتهمت السيد أحمد مرحبا بيك ومرحبا بضيفك وبالمشاهدين اللي افتهمت سيالتني عن بداية تنصيب الملك فيصل الأول وطبيعة الاجتماعية للبلد أحسنت بكل تأكيد كانت ولادة آنذاك يعني ولادة عسيرة وصعبة وهي من مخاض حروب ونزاعات داخلية ومجتمع العراقي آنذاك فيه بعض القادة والذين شاركوا في ثورة الشريف حسين في عام 1916 عندما كان هناك تعاون مع البريطانيين على طرد العثمانيين آنذاك لذلك كانت يعني فيها عملية غير متوازنة غير متوازنة البعض كان مع الأهد العثماني باعتباره آهد إسلامي والبعض الآخر وجد أنه ينبغي أن تكون هناك هوية عربية للعراق وأن يكون هناك سيادة واستقلال وأن يحكم العراقي بنفسه لذلك يعني كانت اتفاقية ساكيس بيكو بين البريطانيين والفرنسيين والذين أطاحوا بالملك فيصل الأول عندما كان لمدة تقريبا سبعة أشهر من آذار 1920 إلى تموز 1920 كان ملكا على سوريا تم الإطاحة به من قبل الفرنسيين وتوجه إلى بريطانيا آنذاك كان الاتفاق على ضرورة تنصيبة وتطبيق مبادئ ساكيس بيكو على أن يكون العراق وفلسطين من حصة بريطانيا وأن تكون لبنان وسوريا من حصة الفرنسيين لذلك تم الإتيان بالملك فيصل الأول ملكا على العراق في هذه الحقبة حقيقة أولا كان أمام الشعب العراقي القبول باعتبار ابن الشريف حسين وينتمي إلى الأسرة الهاشمية وكان فيه ترحيب العمر الآخر كان هناك الكثير من الضباط العراقيين الذين شاركوا في ثورة الشريف حسين الثورة الكبرى لذلك تم الترحيب بشكل كبير هو تم نقلة من جدة إلى البصرة لمدة 12 يوم فعندما وصل مدينة البصرة كانت ترحيب عالي به وهذا يعتبر بداية عهد جديد لوجود ملك على العراق طيب دكتور سامعني أستاذ أحمد أول الله أسمعك واضع وكلامك طيب وشكرا على إبداء رأيك والإجابة عن السؤال إذا الوشة بعده أتمنى من الأخوة اللي يم جنابك الكريم يسارعون في استبدال الأيربيس حتى يعني يعالجون التشويش دكتور وأتمنى تبقيان على طول الحلقة جنابك المحترم أستاذ رياض لماذا أخفقنا في بناء الدولة العراقية الحديثة حتى شهدنا أول انقلاب عسكري في عهد الجنرال بكر سق طبيعة الشعب العراقي إذا نرجع للتاريخ شيئا فشيئا يعني يمكن ما مر عقد من الزمان من تاريخ العراق إذا ما بي مشكلة صراع، انقلاب، امتتال يعني لازم أكفت مشكلة هذه المشاكل، هذه الحروب الغزوات، الاحتلال هذه طبعا تولدت هذه الحالة نفسية مختلفة لدى الشعب العراقي وهي حسكرة الشعب الشعب اليوم يعني هسا نحن اليوم بالعراقيين بعد هذه الظروف اليوم الحروب المتتالية والاقتتال اليوم أصبحت العسكرة ثقافة في الشارع العراقي يعني الطفل إذا يريد له هدية تشتري له يقول لك أريد بندقية وريد مسدس فأصبحت ثقافة للأسف ثقافة عسكرة الشعب هذه مو جديدة مو من اليوم لأنه كل تاريخ، أغلب تاريخ العراق هو تاريخ حروب تاريخ اقتتال، تاريخ مشاكل، تاريخ صراعات طبعا الحرب شو تخلف؟ تخلف الدمار، تخلف الجهل، تخلف الجوع، تخلف الفقر وللأسف يعني نشوف حتى الأفلام الوثائقية من الخمسينات والأربعينات وقبلها وبعدها إنه الماكنة تعمل والنفط والخيرات والزراعة وغيرها ولكن موجودة طبقة كبيرة من الشعب العراقي طبقة فقيرة شون السبب؟ السبب إنه أكو عندنا أزمة إدارة موم لليوم أكو أزمة إدارة يعني متوارثة للأسف لأنه المثل الذي يقول الشعوب على دين ملوكها كيف ما كان الحكم، طبيعة الحكم، كيف يحكم إذا كان يحكم بالعدل والشعب يرى العدالة العدالة في كل شيء، في توزيع الثروات، في توزيع الحقوق عدالة يمكن حتى في الظلم إذا الشعب شاهد هذه العدالة طبعا سيتوالم مع الحكومات سينسجم يعني اليوم كلما زاد التحضر كلما زاد الخير، طبيعة ثقافة المجتمع تزداد وشواهد اليوم موجودة اليوم الشعوب الكثير من الدول المتقدمة في أوروبا أو غيرها نرى إنه وصل الأمر بها إنه الشعب بدأ يشترك في صياغة القرارات مثلا سمعنا في سويسرا إنه من تريد الدولة تقرر قرار مهم تعرضها للاستفتاء استفتاء شعبي عليكاتروني يجيب الشعب خلال ساعات أو دقائق يجاوب وينطي رأيه ويبدأ رأيه أشبه بالاستفتاء السريع استفتاء شعبي على قرار يؤخذ برأي الشعب يؤخذ برأي الشعب ليس فقط لأنه كو ديمقراطية بل لأنهم موقنين أن هذا الشعب مثقف على طبقة وعلى مستوى عالي يدرك مصلحة البلد اليوم للأسف هذه المشاكل وهذه الانقسامات وهذه التفرقة في مفاصل الشعب العراقي تحولت إلى خلافات طائفية وخلافات قومية ومناطقية وغيرها طبعا هاي تركت أثرها على الشعب العراقي اليوم ماكو وحدة قرار اليوم من تريد تستفت الشعب ماكو مصلحة لصياغة القرار في مصلحة الدولة كل من يبحث عن مصلحته مصلحة المناطقية مصلحة الحزبية مصلحة المذهبية مصلحة القومية للأسف هاي النظرة الضيقة موجودة عد غالبية الشعب العراقي والسبب هي تراكمات الماضية طيب دكتور فاضل أتمنى الآن لصوت بشكل واضح تسمعنا يعني يقال الآن يسمعك جيد الله يعفضك يعني من خلال ما نقرأه ونسمعه في المجالس أنه الملك فيصل يقولون نفصل تفصال عربي وسني وهاشمي طيب بالتالي لماذا أخفقت الدولة في التعامل مع هذا التنوع العراقي المتعدد لا هو أنا ذاك الدولة كانت بداية تشكيلها وكانت عدها أهداف أساسية المجتمع العراقي أولا كان تواق للتحضر تواق لتحسين الوضع الاقتصادي للأسرة العراقية وأيضا المجتمع كان يبحث عن هويتها العربية الهوية الوطنية العراقية أنا ذاك فحقيقة الملك فيصل الأول من مزاياه أنه هو درس في الإستانة ويتقن ثلاث لغات ثلاث لغات الفرنسية والإنجليزية والتركية بالإضافة إلى اللغة العربية الأم وكان يعني مثقف وتعرف أنه هو تربية أسرة واعية ثم انتقل وكمل في الإستانة في تركيا ثم السفر في دول أوروبا كان التدريب يعني على قدم وساق من أجل تأهيله مع أشقاءه لذلك يعني عندما إجهل العراق هو لا يفكر لم يكن لديه هناك ثقافة فيها شحن طائفي فيها مذهبي فيها التجاوز على حقوق الأديان فيها سلاح كانت موجودة بالعراق كل ما هناك هم أنه يبني دولة نعم نعم دكتور ولذلك أيضا النقطة المهمة اللي أريد أقولها فضل نحن لا يمكن أن نقارن وضعنا الحالي بوجود الأمريكان مع وجود البريطاني البريطانيين أذكياء متحضرين هذه أوروبا تعرف التحضر موجود في بريطانيا ليس في أميركا هذا البلد اللاملوم اللي حقيقة شفنا سلوكياتهم بالعراق سلوكيات لا تنم عن التحضر كل ما هناك تجاوزات على حقوق الإنسان وفي الوقت اللي هم كانوا جاءوا لاحتلال العراق بحجة حقوق الإنسان نعم فالفرق كان كبير جدا طيب الملك كان يحظى بتقدير العراقيين ومثل ما ضيفك الكريم ركز على نقطة قال أن العراقيين آنذاك كان ينظرون إلى الملك لا إلى الوطن لا حقيقة كانت هناك صورة الملك في الوطن وصورة الوطن في الملك وخبروه على مدى يعني تقريبا واثنع السنة من الواحد وعشرين يعني إلى التسعة وثلافين اثنع السنة أعتقد هذه خبروه بأنه فعلا هو أمين على العهد على الرسالة ثانيا المجتمع العراقي لم يكن هائج ثورة العشرين التي وحدت العراقيين واعتبرت قاعدة ارتكز لها طيب مفهوم الوطن فكل العراقيين بدت يعني من جنوب العراق إلى شمال العراق إلى وسطه فكل العشائر العراقية شاركت في الثورة ولذلك أصبح هذا التحدي وهذا الهم الكبير بين العراقيين على وحدة الوطن والنقطة الأساسية كان هم العراقيين أنه كيف نتخلص من الاحتلال الأجنبي كان ينظرون تعرف يعني طبيعة المجتمع العراقي من الناحية الاجتماعية والدينية ثقافتهم طيب كانت مجبولة على الدين طيب ويعتبرون الإنجليز كفار فلذلك كان همهم الوحيد طيب أنه بناء دولة وكانت سياسة الملك واضح سياسة خذوة طالب واضح هنا رح ندخل أيضا في ونسب بعد 2003 وما رح نقارن بقدر ما رح نتحدث عن الأسباب اللي إلى الآن المواطن مدى يشوف دولة حقيقية بقاماتها وقاداتها والكفاءات والنخب اللي تدخلها للأسف يعني إلى الآن رح نقص أيضا في هذا الجزء الثاني دكتور فاضل أستاذ رياض هل العامل الخارجي قوي بحيث لحد الآن نحن مقدرنا ننتج قيادات قادرة على أنتاج قرار وطني مستقل ما نسمح لا للقريب والبعيد نفقح القويانة هذا العامل الخارجي شو وقت نغادر يا أستاذ رياض طبعا العامل الخارجي بانتهاء وانحصار المبراطورية العثمانية اللي هو عامل خارجي وجاء العامل الجديد هو المبراطورية البريطانية وهي اللي تجاءت بالملك يعني هي اللي جاءت بالحكومة وجاءت بطريقة بعد 2003 أيضا كان للأمريكان رأي في نظام الحكم وفي طريقة وبطريقتنا أخرى التأثير الخارجي موجود وموجود ليس فقط في العراق اليوم ماكو دولة بالعالم هي يوم في معزل عن التأثيرات الخارجية ولكن هذا التأثير يختلف بحسب طبيعة العلاقة بين الأخوة داخل الوطن يعني اليوم المكونات بمسمياتهم السياسية والحزبية وغيرها كلما اشتد الخلاف والفجوة كلما كان العامل الخارجي أكثر تأثير كلما كان هناك تقارب وتفاهم ودائماً أكو تحاور والاقتراب من الوطن أكثر كلما انحسر التأثير الخارجي المشكلة اليوم يعني احنا ترى اللي نسمح للتأثير الخارجي بالشدة والضعف نحن من سمعنا بالتأثير هذا نعم نعم اليوم يعني حس يمكن بدأ بعد 2019 يمكن بدأ هذا شوية يخف وبدأ تنظرة حتى الشباب اللي كانوا بعيدين عن السياسة وبعيدين عن هذا الأمر اليوم بدأ يحتي بالوطن ويحتي بالعراقية ويحتي بالوطنية وبالدولة وغيرها هذا المفهوم كنا محتاجين منذ بداية تأسيس الدولة ولكن بداية تأسيس الدولة كان يحتاج يعني هو مخاف عسير وصراع وكل يريد يعني الكل كان متخوف الكردي متخوف والسني متخوف والشيع متخوف من الدولة الجديدة الشيعي يخاف أن يعود نفس النظام الدكتاتوري اللي سلب حقا عشرات السنين السني يخاف من الثار ويخاف أنه يتحسب عليه الفترة صدام السابقة الكردي يخاف من النتائج وعودة الدكتاتورية وغيرها الكل كان متخوف فكان ولادة نظام سياسي عسيرة العقد الاجتماع الذي بنيت عليه الدولة كان لظروفه ولحيثياته ولمكانه ولزمانه لكن بمرور الوقت وبعد مضي عقده أكثر من الزمن أصبح هذا العقد خارجي يعني التهمة فعولة صراحية انتهت يجب بناء عقد جديد يتلاءم مع المرحلة الجديدة طيب ممتاز دكتور إذا نتحدث عن تجارب القرن الماضي أو السنوات الماضية وخليناها على الطاولة هل يمكن أخذ العبرة والذهاب إلى معادلة سياسية واضحة بدون أي تدخل طرف وبدون أي تأثير عامل خارج أساسها المصلحة الوطنية العليا المصلحة الوطنية فوق كل شيء دكتور هذا الشيء ممكن ولا المؤشرات الحالية ربما رح تضعف هذا التوجه تفضل شوف موقع العراق دائما يخلي موقع في حالة لقاء الاتهامات الخارجية العالية والأطماع الخارجية وطبيعة تكوين المجتمع العراقي للأسف أقولها أنها متعددة متنوعة عندما تكون هناك ظروف مهيئة فهو يشكل فسي فساء جميلة جدا ممكن أن تنتج عراق مثل ما نعرفه يعني قديما هذا العراق المنتج للأفكار للحضارة للثقافة الإنسان العراقي يعني بلا غرور يعني مولي أنه آني عراقي خل يذهب إلى العالم وبين الشعوب العالم يتميز ببعض الصفات من ناحية الذكاء من ناحية الوعي هو أصلا متحضر بذاته لأنه جواه حضارات لكن للأسف من المنغصات عليه أنه دائما العراق يتأثر ولا يؤثر يتأثر ولا يؤثر لأن هناك ضغوط خارجية لا تنسى أن العراق بين دولتين كبيرتين تركيا وإيران والصراع القائم بينهما في العراق خطان مستقيمان أبداً ما التقوا إلا في العراق صراعهم فهذه طبعاً بلد مثل العراق بلد الخيرات نلاحظ أن الأطماع موجودة حتى البريطاني عندما احتلوا العراق رادوا يمولون حملتهم والغزو مالتهم من العراق وأيضاً الأميركان نفس الحالة لذلك بلد مثل العراق غير مستقر العراق يحتاج أنه الآن إلى قيادة يتأثر بها وهذه القيادة تكون فعلاً جامعة له دون أن يكون للقيادة لأن العراقين لماحين وأذكياء وينظرون إلى إلى أين يتجه بوصلة تفكير هذا القائد يعني إذا ذهب إلى الدول العربية راح يكون هناك رأي آخر إذا ذهب إلى تركيا ممكن يكون رأي بالاتجاهة الأخرى وإذا ذهب إلى إيمان ذلك وإذا ذهب إلى إيمان ذلك إحنا نحتاج في المرحلة الحالية أو القادمة على أقل التقدير حتى نبقى بذات المحور الدكتور عزيزي المحترم نعم أقول لك تجارب الماضي ما راح تنفع تطبيقها على أرض الواقع لا انتهت طبعاً الماضي الماضي لا ينتج مرة ثانية أبداً لن يعود لأنه مجرى المياه عندما تمر المياه ما ترجع بعد أموماً نحن نتطلع في العراق إلى مستقبل لا يصنع مستقبل العراق إلا العراقيين ذاتهم ودائماً الشعوب مهما تكون متحضرة وحية ما لم تكن لها قيادة تمتلك مقومات وعناصر القيادة والحنكة والحرص على الوطن وتراب الوطن والوطن يعني هذا التراب يعني هو الأم يعني عندما يكون هذا الحرص موجود لقيادة حتماً سيتوحد العراقيين ويستقرون ومثل ما قال ضيفك مشكلة العراقيين أنهم متوجسين خالفين من أن يكون العراق إلى هذا المذهب أو ذاك المذهب إلى هذه القومية أو تلك أو إلى هذا الدين هذه إحنا محتاجيها لكن أقول شيء واحد طيب يعني حتى في أوروبا الحروب التي خاضتها دول أوروبا أنتجت وعي ودائماً الشعوب الوعي ما يأتي بالدراسة مثل ما الحروب فعلاً هي تنتج الوعي وأني مو من دعاة الحروب ولكن الحروب دائماً تنتج الفقر تنتج تحديات الخارجية تنتج الواقع الذي يجعلك لا يمكن أن تعيش ما لم أنت تصنع واقعك بنفسك لذلك أنا أتمنى على العراقيين خاصة في هذه الظروف الحالية تحديات داخلية وتحديات خالجية وكل العراقيين خائفين اليوم بعد ما تنصلت أميركا من حلفاها في إفغانستان لذلك واجب وطني على العراقيين وعلى النخب وعلى الكفاءات السياسية والثقاثية والأكاديمية أن تتوحد من أجل حماية المستقبل جديد للواقع العراقي وللأجيال العراقية مفردة وعي نختلف آنياك بها شوية بها كلام طويل مع جنابك الكريم دكتور فاضل يعني الوعي تنطبق على النشاطات الاجتماعية على الخطوات الناس الوعي بالهوية الهوية نعم بس شوي آنياك لكلام في محور وفي حلقات أخرى على قضية الوعي المجتمعي أو الوعي السياسي أو غيرها أستاذ رياض نحتاج إلى شجاعة للذهاب إلى عقد اجتماعي جديد شن الأدوات اللي ممكن أن تتوفر حتى نتوجه إلى عقد اجتماعي جديد وهل فعلا أنه الشعب العراقي بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد ولا النخب السياسية تحتاج إلى عقد سياسي جديد شوف بعد 2003 كان يعني خلي نقول خلي نسمي ما نقدر نقول صراع بقدر ما هو يعني كان أكو توجس مثل ما أسلفت أنه في طريقة إدارة الدولة من يتصدى ومن يعني وهل تحتاج الدولة إلى النظام الجمهوري مرة أخرى أم نرجع إلى العهد الملكي أم نظام الملكي أم نأتي بنظام جديد فكانت الرؤية التوافقية على أنه أفضل الأنظمة هو النظام البرلماني حتى لا يغبن حق أحد اليوم نقول نحتاج إلى القيادة يا نوع من القيادة التي نحتاجها اليوم يعني هل نأتي بعقلية اليوم فذة أو معروف أنها مثلا عقلية اقتصادية أو عقلية عسكرية أو عقلية بأي مجال يعني خلي نجيب أحسن عقلية بالعالم كارزمة يمتلك كارزمة في مجال معين ونأتي ليقود البلد هل يكفي؟ هل يوم نحتاج إلى قيادة بالكارزمة فقط أم نحتاج إلى قيادة متمرسة بالإدارة إحنا شخصنا المشكلة السابقة أنه هاي مشاكلنا اليوم بعد 2003 وما قبل 2003 أنه العراق يعاني من أزمة إدارة كما تفضل الضيف الكريم العراق بلد غني العراق بلد العقول يعني العراق ما عايز عقول ولا محتاج كفاءات ولا يحتاج مدربين ولا يحتاج مستشارين كل شيء موجود بالعراق من اللي يحجم ذول الأربعة؟ طبعا الإدارة سوء الإدارة الكل؟ نعم هذه سوء الإدارة من يكون الإدارة غير جديرة بإدارة الدولة أو بإدارة أي مفصل من مفاصل الدولة إذا كانت الإدارة غير حكيمة وغير منصفة طبعا حتما ستحجم العقول تحجم الكوادر المهنية العقول الناجزة طيب والمعطية وتذهب إلى احتواء من يؤيد وجود هذه القيادة ويدعم سلطتها أكثر ويديم عمرها هذا الأمر بسبب هذه الأزمة أزمة الإدارة في العراق أنتجت هذه اليوم نحن لا نريد أن نكون سوداويين في كل شيء لكل مرحلة فيها سلبيات وفيها إيجابيات حتى مرحلة بعد 2003 هناك إيجابيات لكن تعودنا أنه فقط نشخص السلبيات والعين تقع فقط على النقطة السوداء وتترك المساحة البيضاء بالتالينا نبيحاج إلى عقد اجتماعي جديد ولا إلى عقد سياسي جديد دكتور عقد اجتماعي وعقد سياسي نعم نعم الأثنان اليوم أكو توجس لدى المجتمع العراقي ووجد توجس لدى الطبق السياسي من من المجتمع؟ المجتمع متوجس من السياسة أصلا من السياسيين غير السياسيين ومن غير السياسيين أكو تخوف اليوم شوف بعض الحكام سابقا وبعد 2003 ركز في طريقة حكمة وبناء سلطة على تأجيج الطائفية والقومية جعل هذا الشرخ بين الكردي والعربي بين التركماني والكردي بين المسيحي والمسلم بين الشيعي والسني وهكذا هذا الأمر طبعا اليوم الشعب طبعا هو نتاج يتأثر يتأثر بالحكومات يتأثر بالإعلام طيب اليوم اليوم اختلقت عندي هذا التوجس واجب على من يتصدى اليوم أو من بيده القرار أن يعيد العقد أن يعيد الثقة يعيد الثقة للمجتمع يعيد الثقة للمجتمع بنفسه ويعيد المجتمع الثقة بالسياسة طيب وبالخط السياسي طيب يعني اليوم للأسف نشاهد كلام كثير ولغط حول السياسة والسياسيين تجرمهم وتجعلهم كلهم في خانة الفساد وكلهم في خانة السلبية ولكن لو ذهبت كل هذه الطبقة من يسد مكانها ممتاز دكتور إذن العلة ليست في السياسة والنظام السياسي العلة في بعض الذين تاجروا بالمشاعر الشعوب واضح لأجل توظيف السياسة لمصالحهم حسن طيب دكتور ما بعد الفين وثلاثة يعني في الغالبية يعني تتفق النخب أو الرأي العام في أغلبه أنه إلى الآن إحنا ما عدنا دولة بهذا المفهوم السيادي الدولي الذي نفتخر به أمام الدول وغيرها نتحدث عن مفاهيم منطقية دكتور فاضل وأرجو أنه صدرك يتسع السؤال هنا ما عد الفين وثلاثة يعني هل نحن بحاجة إلى ترميم الدولة العراقية أم بحاجة إلى بناء دولة عراقية من الصفر ومن هو المسؤول عن تشويه هذه المسميات عن تشويه الدولة العراقية أمام بقية الدول الأخرى دكتور فاضل نعم أستاذ أحمد لا يمكن أن نقول بناء دولة عراقية الدولة العراقية موجودة ولكن بحاجة إلى ترميمها من النواحي السياسية من النواحي الاجتماعية الخلل ليس فقط في المنظومة السياسية الخلل بالدرجة الأساسة أن يعزوه إلى الطبقة الاجتماعية والشعب العراقي الشعب العراقي نساق خلف الأحزاب بعد 2003 وللأسف أيضاً الأحزاب كانت هي ضحية الأحزاب طبعاً بكل تأكيد أحزاب فاشلة يعني أحزاب فاشلة تماماً والسبب في فشلها أنها كانت ضحية للمحتل الأمريكي ليس من المنطقي أن تكون أحزاب معارضة وتحمل من الأفكار وتحمل من العذابات من المعاناة في الشتات ويأتي محتل أمريكي بثقافة الأمريكية الهوجة ويسلم حكومة بيد أحزاب وحقيقةً يعني واحدة من الجرائم الكبيرة نعتبرها خروج المحتل في 2011 أكو مسؤولية أكو مسؤولية وأخلاقيات في القانون الدولي أن الدولة عندما تحتل دولة أخرى واجب عليها أن تبني وترمم هذا الكيان السياسي وتخلق الاستقرار الدولة العراقية أو المجتمع العراقي شوف يعني واحدة من النماذج اللي أقولك إياها أنه كان هذا المحتل الأمريكي كان يصنع الغام في داخل جسم الدولة العراقية في كل المدن العراقية تخيل أنا أذكر من النماذج أنه إذا في أولاً أنتجنا يعني بعض القنوات العربية والأجنبية أنتجت مفهوم الطائفية وتكريس الطائفية وهوية هذه المنطقة لأي طائفة وعندما يعني أنا دائماً أكررها للأسف لأن هذه من الأمور ومن اختصاصنا أنه العراق كان ضحية الإعلام والإعلام الخارجي والإعلام الداخلي والحزبي الذي ينساقه خلف الأجندات الخارجية نحن عرفنا يعني كل العالم بدأ يعرف أنه الأعظمية المن تنتمي والكاظمية المن تنتمي من أين أجت أجت من التغطيات الإخبارية أنه تفجير في الحي الذي يسكنه ذات الغالبية من الطائفة الفلانية والحي الآخر هناك أيضاً بعض الأساليب والسلوكيات للأسف التي ساعدت على تشظي المجتمع العراقي أنه يعني تروح بعض الجهات سواء كانت من هذا المذهب أو من ذاك المذهب وبحماية الأمريكان واعتقال بعض المدنيين ثم بالطريق يحاولون الأمريكان يخلصون أو يحررون بعض الشباب أو المعتقلين والبعض الآخر ينقتلون حتى شنو تحسين صورة المحتل الأمريكي وبنفس الوقت تكريس الفجوة بين مكونات المستمعين الناس قاعدة ببيوتة دكتور فاضل عذراً عن مقاطعة فقط للتوضيح لجنابك يعني اسمح لي الداخل مع جنابك أنت ذكرت من أنت وصفت هو محتل أمريكي بعد 2003 الناس لا حول لهم ولا قوة أنت الآن تحمل تحمل من شوها هذا المفهوم هو الاحتلال الأمريكي والمجتمع العراقي بتصرفاته بعدم انتخابه لأحزاب كفوءة تتواءم مع المرحلة الحالية أم تحمل فئة دون أخرى دكتور اليوم المواطن يبحث عن قوى دولة يبحث عن مفهوم دولة يبحث عن كرامة يبحث عن جهة وسلطة حاكمة قوية تصارع قوى لا دولة دعنا نسميه يا دكتور فاضل تتفق أم لا تفضل يعني شوف أولا أنا ما أتفق مع مفهوم لا دولة شوف يعني بعض الأخوان بعض الضيوف الفضائيات عمموا مفهوم لا دولة يعني إحنا عندنا الدولة الدولة خلص دولة العراقية الآن لا يمكن أن نسميها إلا الدولة العراقية من تحكمها من يحكمها من يأتي هذه فيها مؤسسات جي هي الدولة بكل مقاوماتها أما مفهوم لا دولة اللي الآن يعترض عليها فباعتقادي كل من يخرج عن قوانين الدولة فهذا يعتبر خارج عن قوانين الدولة واشتريد تسميه تسميه لكن مسألة اللا دولة لا يعني ما يكون مفهوم الدولة واللا دولة أنا طبعا أعترض علي تفضل ما موجود هذا لا بالأدبيات السياسية ولا بالأدبيات الإعلامية مفهوم لا دولة طيب تسمي طيب لكن خلينا نقول من خرج عن الدولة وأصبح ضد الدولة آها جيد جيد بس أعتقد أن دا ذكر رئيسي الوزراء مصطفة كاظمي وصف هذا الوصف شكرا دكتور فاضل خليه يعني يوضح لك الأستاذ رياض المحترم المفهوم الدولة ولا دولة هو لا يعني مفهوم الدولة ولا دولة هو لا يعني بأنه أكو دولة أو ما كوم يعني أنا اليوم كسياسي أقول أنا أؤيد الدولة على اعتبار دولة موجودة وأقول هناك قوة لا دولة تقول أنه لا يوجد دولة لا ماكو جهة سياسية تقول أنه اليوم هي مو خارج الدولة أو لا توجد دولة اسمها الدولة العراقية ولكن هل تصرفات هذه الجهة التي نطلق عليها أو ينطبق عليها وصف لا دولة ينسجم مع قانون وأخلاقيات الدولة يعني بالقانون بالدستور في كل قوانين العالم أنه يجب السلاح أن يكون بيد الدولة إذن من يحمل السلاح ضد الدولة هو خارج عن الدولة هو خارج عن القانون نسميه خارج عن القانون وإذا كان قوة هو وإذا كان قوة يمتلك من القوة من الدولة ما لا تمتلكها الدولة شو نسميه؟ يعني هذا نقدر أسميه قوة قوة دولة تخيف مفاصل الدولة تخيف المجتمع يعني المجتمع ستداد سوى استبيان وتنزل للمجتمع وتخيرهم ماذا تفضلون؟ تفضلون أن يبقى السلاح بيد الفصيل الكذا والحزب الكذاي أو أنه يبقى فقط بيد الدولة أنا أكد لك حتى من يؤيد هذه الجهة السياسية يقول لا نريد السلاح بيد الدولة أريد أطمئن حتى من الجهات السياسية الشرية؟ نعم أريد أشعر أن الدولة أقوى من كل شيء لأنني اليوم وصل الحال بالمواطنين من الصر عنده مشكلة قوية يلجأ إلى فصيل مسلح وما يلجأ إلى القانون وهاي موجودة يعني هذا في خضم حياتنا جاي نشوفها بحياتنا اليومية يعني نحن ما جاي نخترع فتشي أو نتخيل أو نغازل على لا لا هذا هذا واقع هذا واقع هذا الأمر وهذا المفهوم لا يبني دولة مستقرة لا يبني دولة تكون محترمة لدى الآخرين أنا اليوم أريد المجتمع الدولي ينظر لي كدولة لماذا أنا اليوم العراق موضوع في كل المقاييس في الخانة الأخيرة يعني بغداد هذه بغداد الجميلة اليوم نحن قاعدين ومتولسين بها ونحبها ونجي نتعنى حتى نزورها موجودة في التصنيف العالمي من أسوأ المدن معيشا بسبب بسبب هذه الفوضى الموجودة بسبب هذا القوة بسبب هذه نعم نعم لما تصل الصورة إلى العالم أنه فصيل مسلح يطوق وزارة أو يطوق رئاسة الوزراء أو يهدد رئيس الحكومة أين هيبة الدولة بغض النظر بغض النظر عما يكون رئيس الحكومة ولكن هذا يمثل اليوم رئيس الدولة طيب دكتور فاضل خلينا أنيوياك ندخل في تفاصيل دقيقة في تسميات دقيقة جدا وأنت أستاذنا حقيقة في الإعلام حقيقة وفي الإعلام الدولي وليهون أستاذ رياض الله يحب الله يحب من القوى التي خرجت عن إطار الدولة خلينا شوية قرب لك ياها يعني هل تتفق أن الذي يقصف السفارات ويقصف القواعد العسكرية الأميركية هل يمثل رغبة ومزاج الدولة العراقية القائمة بسلطتها وبرلمانها ووزاراتها أم لهم وصف آخر دكتور يعني من تقصد فضل لا بالتأكيد نعم واضح يعني بالتأكيد يعني من يقدر نسميه لا دولة لا عشي نسميه جهات مسلحة جهات في الوصف العلمي في التعريف العلمي الحقيقي للجهات التي تمتلك سلاح وتضرب الدولة هذه ومؤسسات الدولة والمواطنين فهذه نسميها جهات مسلحة والجهات المسلحة من واجب الدولة العراقية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية أن تحكم سيطرتها عليها من واجب السلطة التشريعية أن تتفق برأي الشعب العراقي عامة وتنتقد هذا الرأي وأن تكون هناك تشريعات تعالج مثل هكذا خلل لأنه البلد أي بلد يعني والعراق لأسيما عندما تكون الأسلحة موجودة لدى جهات متعددة أولا العالم راح ما يثق بيك ثانيا حركة الاقتصاد راح تنكمش والاستثمار ما راح يكون متوفر تخيل أنه احنا مؤتمر شباط 2018 هذا المؤتمر اللي حصل بالكويت ودعا مختلف شركات العالم للمجيء إلى العراق والاستثمار وقانون الاستثمار أنا طلعت عليها شفت قانون إيجابي سهل يعني فرص العمل للمستثمنين الأجانب حقيقة يعني مشجع ليش ما يجون لأنه هناك وضع أمني مربك طيب يعني لاحظ أنه مثل ما قال ضيفك بغداد هي من أسوأ العواصم بالعالم في العيش التعليم العالي وأحنا معروفين الجامعات العراقية لحد هذه اللحظة والمستوى العلمي للأستاذ الجامعي ما لي شغلة بالبعض ولكن في الغالبية العظمى أنه الأستاذ الجامعي كفو وهو أكفأ من غيره في على صعيد جامعات ونظراء في المنطقة لكن شوف يعني أنه التعليم العالي خرج من التصنيف العالمي ليش؟ 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 ليش مو على أساس أنه جامعاتنا ضعيفة لا لأن هناك نظرة سلبية على أنه العراق يحكمه العنف فمتى ما تخلصنا من هذه المسألة وأصبحت الجامعات المسلحة مندمجة في جسم الدولة العراقية ومؤسساتها عند ذلك راح نقول أنه فعلاً والعالم يقول بلد مثل العراق مستقر ويعني أنظر ليش يعني العراق واليمن ودول الاضطراب سوريا موجود مثلاً ممثل الأمين العام للأمم المتعدة جينينا بالأسخارة لو كان الوضع مستقر كان العراق قال روحي مريدت نعم دكتور فاضل يعني الحوار ممتع مع جنابك أيضاً وعلى الأستاذ رياض العوادي وحقيقة الكثير من الشخصيات السياسية السنية والشيعية وحتى الكردية تحدثت بهذه البيانات وبهذه التسميات قوى لا دولة وغير لكن حقيقة ما تحضر نهاية الأسماء في تغريدات كثيرة وفي بيانات كثيرة ولنا لقاء مع جنابك الكريم إن شاء الله بأقل من دقيقة نحن جزء من المنطقة والعالم أستاذ رياض كيف نوازن بين التدخلات الخارجية ومصائلنا كعراقية التجربة العراقية الجديدة بعد 2003 هي تجربة فريدة ولو لم تكن تجربة ديمقراطية حقيقية لما تخوفت منها كل دول أغنب دول الشرق الأوسط لذلك حربت بشتى الوسائل ومنها الإعلامية كما تفضل جناب الدكتور لذلك نحن اليوم واجبنا كسياسيين وكمجتمع عراقي وكشعب أيضا أن نحافظ على هذه الحرية وهذه الديمقراطية هذه التجربة الفريدة نحن لا نريد أن نحافظ على مسميات الحزب الفلاني والقائد الفلاني بقدر ما نريد أن نحافظ على العملية السياسية حتى نحفظ وجودنا وحريتنا ولكن يستوجب أن ننهض بهذا الواقع كيف ننهض به؟ اليوم عندنا انتخابات مبكرة المشاركة الفاعلة والواعية نريد مشاركة واعية حتى ننتج حكومة تلير شكرا لجنابك أستاذ رياض المحترم العوادي عن الحكم قياديا شكرا لأستاذ الإعلام الدولي الدكتور فاضل البدراني شكرا لكم شكرا لكم سادتي على كارم السلام عليكم وإلى اللقاء أمتين شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة